موسيقى برحب فيكن مشاهدينا ومستمعينا من وين ما كنتوا عم بتشوفونا أو عم تسمعونا دايما عبر هوا صوت لبنان إن شاء الله هالأحد بيكون مبارك على الجميع لأنه لبنان بلد الفرح والفن الجميل والثقافة لبنان التاريخ والحضارة وعنا ومن عنا من جبال بالتحديد خلقة الأبجادية هالمدينة النموذجية يلي صارت مقصد للسياحة خاصة بمهرجانيتها يلي مننطرها كل سنة اليوم من هالمدينة العريقة ضيفنا المحامة رفايل الصير رئيس لجنة مهرجانيت بيبلوس الدولية أهلا وسهلا فيك أستاذ رفايل صباح خير صباح النور يعني أنت معنا بهالمحطة الصنوية على الموعد لحتى نكون عم نحكي عن برنامج مهرجانيت جبال مهرجانيت بيبلوس الدولية للعام 2024 بإصرار مصرين نكفي بالفرح والثقافة والحضارة والجميل من هالمدينة العريقة دايما عندكم دافع حتى تكونوا عم تسبطوا أكتر وأكتر كل سنة أنه نحنا بلد الحياة صحيح؟ صحيح وهذا يمكن دور لجنة المهرجانيت والمهرجانيت الدولية بناء خاص أن تكون مسؤولة ومشرفة على مواقع تراثية أو ثقافية أو أسرية نعم 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 لكي نحن نحن نخبر المشاهدين والمستمعين أنتم نحن بدأت بـ 18 تموزن الله راد نحن بدأت بأول حفل نحن بدأت بمضع مع من؟ توني مخهول. توني مخهول مؤلف موسيقى لبناني. عطى نوع جديد للموسيقى بمؤلفاته. قعد برنامج خاص لبيبلوس. حفل متنوع إكسترافاجانزا رائس غنائي موسيقى يجمع بين عدة أنواع من الموسيقى حوالى 100 فنان على المسرح بين رائس ومغني وعازف بقيادة توني مخهول. بمثل ما قلت ببروغرام مخصص لجبال السنة. هل يجد دقيق اختيار الفنانين بمهرجان مثل بيبلوس؟ إجمالاً اختيار المهرجانات كان في عنا اتصال مع وكالات ومسرين الفنانين دولياً. السنة كان اتصال فيهم ويصير الاتصال إجمالاً بشي منخلص برنامجنا سنوى منبلش الاتصالات للسنة التالية. السنة كان جوابهم أنه منا موجودين على خريطة الشرق الأوسط. مش موجودين أي فنان أجنبي. بسبب الظروف يلا عادت سير حوالينا وبالبنان نحن نعم. إذن كان خيارنا نشدد على البرنامج اللبناني. من متوفر من الفنانين العرب اللي حبين يشاركونا. كان في تعاون السنة مع أنغامي. اخترنا نحن وياهن قصة من البرنامج. وبعد لغاية اليوم في فنانين بيكون في اتصالات فيهم. إذا ممكن نكون بالبرنامج تبعيتكم. قلنا أنه تسكر البرنامج. بس ممكن يكون عنا إذا كنا قدرين نعمله برنامج شتوي. اللي كنا نعمله قبل نسميه أف بيبلوس فستيفال. يعني مش على المسرح الكبير. بعدة مسارح بالمدينة. هذا الخيار تبعيتنا مين متوفر؟ مين قدر يجيه؟ قبل يبقى الفنان الأجنبي يكون عنده جولة بشرق الأوسط. يعني يكون عامل دوباي أو تركيا أو لبنانيا أو غيرهم. يكون أولاً الكلفة مقبولة. خافة صحيح. يوم كلفة الفنانين كبيرة كتير. كلفة مسرح جبال كبيرة كتير لأنه نطلع من المي. طبعاً. كلفة ودوب. طبعاً. الموقع اللي نحن فيه موقع تراثي أسهري. الليك تنتبهي عليه وما يكون فيه أي أضرار. لك تحافظ عليه بكل تفاصيله. صحيح. نحن على البحر. يعني البحر كل سنة بيخرب كل شيء موجود بلك ترجع تصلح فيه. يعني بين اختيار الموقع واختيار البرنامج وتأمين التمويل. هذا التحدي الدايم اللي نحن فيه. والسنة كمان لأنه التمويل أقل. بدأ أحكي عن تحدي بقصة التمويل. يعني أديش عم بتعانو. خاصة مع الظروف الاقتصادية اللي ما رأنا فيها وما زلنا. وظروف الأمنية إذا فينا أقول. لأنه كله بأثر. يعني إذا حدا كان عباله إنه يكون عم بمويل. بده يضرب الفرق. ممكن. لو ما فيه تمويل ما كنا نقدر نعمل البرنامج. في سنة وقفنا بالمرة. نعم. يمكن بجائحة كورونا كان. في سنتين التمويل كان معدوم جدا. من الحفلات صغيرة. فرق صغيرة بكنيس أو بمواقع محددة من المدينة. السنة الماضية كان أكبر شوي. السنة أكبر أكتر. عن يضل فيه أصدقاء للمهرجانات. عن يضل فيه داعمين للفن. عن يكون فيه تعاون مع الفنانين كمان. التعاوننا نحن وأنغامي كمان سهل وساعد هالأمور هايدي. وبيضل فيه ممولين. ولجنة المهرجانات وتمويل خاص قويت بيكون. أنه نقدر دايما بالرغم من قلة التمويل. أنه نقدر نأمن حضور واستمرارية للمهرجانات. وهيدا الأهم. رغم كل شي نقدر نكون مستمرين بإصرار وبتفائل دائم. من بعد 18 تمويل؟ بـ 19 فرقة مصرية رك عربي بصري كيروكي اسمها. كيروكي هن أصحاب خمسة شباب كانوا أصحاب طفولة. قدروا يعملوا هالفرقة هايدي. اشتهرت خلال سورة مصرية تحمل القضايا الإنسانية بمعاني أغنية بموسيقاها. وهو لأول مرة بيكونوا حاضرين. متفجأت الطلب الكبير من الشباب لحضور هالحفلة هايدي. الأسعار متهودة لأنه يقدروا يحضرواها للشباب بس في طلب رهيب عليها يعني ماشي متصور. بتصور رح نكون قريبا خلال يوم أو يومين مسكرين البايع تابعيتها. نعم. عم بحاول نجرب بعد ناخد ليلة تانية معهم لأنه في طلب كبير عليها بس لغاية اليوم بعدنا بمفاوضات. ضمن المهرجين أو آف المهرجين؟ لا ضمن المهرجين لأنه في ليلة بينها وبين البرنامج التالي اللي هو مع ميشيل فاضل بواحده عشرين. إذا كانت وفقنا بعشرين بيكون عنا ليلي إضافية بس بعد ما انتهت المفاوضات. حلو. ميشيل فاضل بواحدة وعشرين. ميشيل فاضل فنين لبناني عازف مؤلف غني عن التعريف. طبعا. ميشيل حضوره دايم بلبنان وبريت لبنان. رح يكون مع كرال كبيرة مع منشدين وعازفين كرال وموسيقى. كمان باحتفالية حلوة لجبال. مثل ما قلنا ميشيل غني عن التعريف. المزيج بين الكرال والموسيقى والتنوع اللي بالبرنامج. هو اللي بيخليه شغلة مميزة لفستيفال بيبلوس لها السنة. وهو موسيقته ميشيل فاضل يعني كمان منوعة جدا. بيقدر يدمج بين أوقات الشرق والغربي يعني. مثل ما تفضلت. ميشيل من الفنانين اللي نحنا نرفع راسنا فيهم كالبنانيين كمان أكيد. من بعد ميشيل فاضل. بـ 26 تموز نجمة البوب العربي نانسي عجرون. كذلك غنية عن التعريف نانسي ببرنامج كتير حلو. بإغنية المعروفة والحديثة بتقدم بـ 26 تموز برنامج خاص لبيبلوس. نعم. التمارين ميشي أكيد. الاتصالات معه للإعداد للبرنامج الإعلاني والتسويق للبرنامج هيدا. كمان الباية حفلة نانسي عجرم حلو كبير بيطلب عليه. بيأكد إنه جمهورة بتابعها. وهذه أول مرة بتكون معنا ببيبلوس كمانا. أول مرة نانسي بتكون على أدراج بيبلوس. يعني كمان نانسي بنرجع من قول فنانة محبوبة جدا من جيل الشباب ومن الكبار. يعني محبوبة من الجيلين. طبعا رح تكون حفلة جدا جميلة. والختام؟ الختام مع آش. آش مصري فرنسي. آش هو اسمه الفني. اسمه المزبوط هو أشرف معوض. نعم. موسيقى حلوة. الخفيفة. المحببة لكل الجمهور. يتابعوه وشفته على اليوتيوب عنده متابعين بعدد كبير. يعني ملايين. نعم. مميز في أنه يصور الموسيقى تبعيته بعدة أماكن مميزة. بمصر، بتركيا، بكندا. يعني المناظر اللي حوله بتعطي أهمية للموسيقى اللي يعني يعطيها. عازف على عدة إليت موسيقية. كمان برنامج محبب من الجيل الشباب اللي يعني يتابعوه. أو من الأجيال الأقدم شوية اللي بيحبوا هالناوع من الموسيقى. واللي هي تتناغم مع الموقع اللي نحنا فيه على شاطئ المتوسط وبجبال. بمنظر حلو بيقدر يصوره كمان ويكون ضمن الألبومات اللي بيعملها. حالو. أستاذ رفايان يعني لما منحكي عن مهرجانات بيبلوس الدولية بظل كليا اللي عم نمرؤ فيه من أوضاع اقتصادية لمعيشية لأمنية متل ما ذكرنا بالبداية. أديش أنتو بالنسبة لألكون بتحطوا خطة عمل لاستقطاب السواح لحتى يكونوا عم بيزوروا جبال عم بيشوفوا هالمهرجانات عم بيشاركوا. أديش لحظتو أنه فيه تجاوب إذا فينا نقول. خليني قارن مع سنوات سابعة. نعم. أولا نكون فيه الموسم الصيفي يكون فيه سياحة كبيرة يعني من الدول العربية من أوروبا من غيرها من المغتربين اللي بيكون هون. يعني منا بحاجة كنا نعمل تسويق لألون قدمهنة عن يكونوا متصلين فينا وأمتين برنامج كون ونحنا جايين نحضر. نعم. اليوم عن نستفيد أكيد من الوسائل التواصل الاجتماعي من البرامج اللي بنعلن فيها مثل حضرتك اليوم. نعم. نعم. لنتخبر إنه هالبرنامج مستمر إنه ما تخافو. المهرجانات ماشية وشفت البرامج يعني فيه عدد كبير ووزير السياحة بيقول فيه عدد كبير من الاحتفالات السيفية. نعم. منركز على شو كل فنان عنده جمهور لألو. نعم. نتفق مع أزواء ومطالب لفنانين يعني بيجين قويت خلال السنة على الفيسبوك وغيره نعم. لما بجيبوا الفنان الفناني بتواصل دائم نحن ويهن قوات بيطلبوا منا فنان كان قبل بسنة رجعوا جيبوه تاني سنة طولوا بيتهم شوية كان مرء سنتات عندما بأنه عندنا عدة فنانيين إجوا عدة مرات على بيبلوس البروغرام منه شغلة كيف نتصل فيهم هاي دهي الوسائل صراحة هاي الوسائل منشتغل على آياته يكون فيه جاذب لقالهم نعرف على أنه فيه برنامج فيه فيه تنوع بالبروغرام منه أنه شغلة تستفاليات بالعالم جميلة مثلا تقولي تاخده جاز فستفال أنه ما عاملين بروغرام جاز واحده مضبوط وما عاملين بروغرام موسيقى كلاسيكية واحده هو التنوع بالبرنامج هو اللي بيجذب الأزواء مختلفة وأعمار مختلفة عادة عن أنه حضور المهرجين بوسط المدينة المدينة كلها بتصير المهرجين يعني تتفاعل مع كل المؤسسات السياحية اللي حولينا من فنادق ومطاعم وأهوي وشركات سفر وشركات نقل عادة عن اللي بيشتغلوا معنا نحن بيشتغل ببرنامج فستيفال بيبلوس حوالي 600 شخص على ثلاثة شهر هيدا تأمين فرص عمل موسمية لأنه باختلاف أنواع الأشغال هيدا من هون في تأثير اقتصادي محلي موسمي لهالحضور هيدا ومتأمل أنه نرجع على برامجنا الشتوية يكون في عنا احتفالات بخلال الشتي نقدر نكفي خلال السياحية نحن نحكي عن مشاريعكم أو شو المشاريع اللي عم بيتفكروا فيها ولكن أستاذ رفايل هل أنتم رهنين على اللبنانيين المنتشرين أو على اللبنانيين المقيمين لحتى يكونوا عم يجوا ويحضروا هالحفلات صراحة الاتنين سوا يعني اليوم نفتقد يمكن السائح الأجنبي إنما الحضور اللبناني المقيم الحضور اللبناني المغترب الحضور العربي اللي بيكون بلبنان أو اتصالات إنه نحن جايين نحضر هالحفلة هايدي يعني بذكر سنة الماضي أو اللي قبله كان في عنا حفلة التغت بيجينا كان مراسلات إنه نحن جايين من الأردن أو جايين من دوباي نحضر هالحفلة هايدي نراهن إنه الوضع متل ما هو عن نشتغل معه عن نتأقلم مع الوضع عن ناخد تحدي إنه نكون مستمرين فيه من كل النواحي التمويلة والأمنة والاقتصادي وبيظهر إنه جمهور بلبة وحاضر وحيبة بيكون فيه هالبرامج هايدي يكون مشارك فيها الجمهور بحاجة للفرح أستاذ رفايا الجمهور بحاجة كل شعب اللبناني بحاجة يتنفس فن يتنفس جمال يتنفس سقافة لأنه عن جد تعبنا وستنزفنا إذا في نقول مشان هيك بحاجة لهيد الفصحة برث فيه بشبيل بروغرام سينمائي فستيفال سينما وكان العالم فوق بعضهم يعني حال حيبة تكون في شي احتفاليات أنه يكون موجودين يعني بغير جو بيظهر بيعني تغير جو هيدا أهم شيء طيب قديش لمستو من أول ما أعلنتو عن المهرجين قديش لمستو تجاوب وحجوزات حتى نكون هيكي بقلك كيروكي بصرنا على آخر البايع تقريبا نعم الباقية الماشية طبيعية جدا ننسي أكيد أكتر شوية بس الباقية ماشية البايع وفي طلب عليهم وفي طلب بتحس إنه على كل برنامج إلو جمهوره إي ما ماني متفاجأ فيها لأنه البروغرام أحسننا اختياره بتصور وفي طلب على هالتنوع هيدا والعينة محابة يكون في نتفت حفل وموسيقى وفرح تغير جو مش كل يوم نكون عنا المشاكل ونسمعه أكيد أكيد نظهر شوي من نوعنا ونروح على الفن أديش برأيك مهمة السياحة الداخلية وتنشيط السياحة الداخلية وأديش بتشتغلوا عليها إلى جانب المهرجين أدي بتشتغلوا عليها سؤال مهم جدا من حواله سنتين كان فيه تعاون مع وزارة السياحة لأنه ينعمل مؤتمر سياحي لسياحة مستدامة لمدينة وقضاء جبيل كان مشارك فيه حواله 80 من أصحاب المصالح السياحية المباشرة صراحة تعرفنا بخلال هالمؤتمر هيدا على مقومات قضاء جبيل شو فيه إشياء حلوة ما بيعرفها إلا أهل ضيعتها بيكون تعرفنا كلنا عليها ونبدأ وضع خطة لأنه يكون فيه تكامل لخطة مستدامة متكاملة للسياحة في مدينة وقضاء جبيل يعني القضاء يستفيد من مدينة وبالعكس نعم مؤخراً فيه شيء اليوم دولياً اسمه DMO Destination Management Organization اللي هو بالعربة إذا بنا نقول منظمة إدارة الوجهات السياحية في منطقة معينة نعم فيه بعدة أقضية في لبنان اليوم بالشمال بالجنوب بالبقع بجبل لبنان كل القضاء يعني يكون فيه عنده هالمنظمة هالألو جبيل أخيراً سجلت المنظمة رسمياً لكي نعلموا الخبر أوكي اليوم فيه عندنا حوالي 180 منتسب بدون ما يكون الانتساب بمعنى الانتساب يعني مشارك بهالمجموعة هايدي ضمن عدة فئات فنادق مطاعم شركات سفر أدلق سياحيين مواقع سياحية مواقع طبيعية محميات نشاط بحري منتجي المواد الغذائية كلهم هايدي بالفئات تبعيتهم يعني يكونوا مشاركين على أنه كل واحد يحط إمكانياته فيها نساعد بعضنا كلنا تيكون فيها التكامل ببرنامج سياحي شامل لكل القضاء ونقدر مش أنه كل واحد يعمل شغلته وحدهم كلهم سوا يكونوا مشاركين فيها نقدر نقمنهم تمويل دولي بلش العمل فيها نعم يعني من أسبوعين كان فيه أول دورة تدريبية لممثلي هالفئات هايدي رح يكون عندهم دورة تانية بعدين كل ممثل من فئة بده يدرب الفئة اللي هو منتسب لقلة ده نقدر نشتغل أكيد شغل بطيء بيكون شوية لأنه شغلة جديدة بتكون هالتكامل هايدي فيهم التمويل عن نقدر نأمنه باتصالاتنا بإن كان المؤسسات المانحة الأمريكية أو الأوروبية بتعاون مع مؤسسات لبنانية تقدر تعطيها التدريب هيدا شغل جدي جداً بده يكون ونشوف أنه بكل الأقضية في هالنوع من التجربة للدي ام او هاي شغلة إنه شغلة جديدة بس بتشتغل هالسياحة المستدامة المتكاملة الشاملة الداخلية أستاذ رافيال يعني لما منحكي عن سياحة داخلية مستدامة إذا فينا نقول لما منحكي عن تنشيط هيدا السياحة مثل ما حضرتك عم تخبرها أداش هون كمان مهم المراقبة مراقبة الانتاج مراقبة الأسعار مراقبة يعني الاستضافة بمختلف أوجهة أداش مهم أنه يكون في مراقبة منكم ومن الدولة لحتى يكون هالسائح عم ياخد حقه وبنفس الوقت عم يستفيد من كل الخدمات اللي عم بتقدموها هيدا دور منظمة إدارة الوجهات السياحية أولا الدورة التدريبية اللي عنا نحكي فيها بتشدد على مراقبة النوعية مراقبة الجودة إن كان بالمواد الغذائية أو بالاستضافة إذا أخدنا مثل بيوت الضيافة اليوم عنا نقدر نأمن لهم أي تمويل لو خفيف يقدر يكون عندهم طاقة شمسية يشتغلوا عليها حفاظا على الطاقة كيفية إدارة الموارد المائية عندهم كيفية تخلص من النفايات هيدا بشكل عام بعدين كيفية إدارة مؤسستهم اليوم إذا قلنا بيوت ضيافة تعريف بيت الضيافة إنه لازم يكون صاحب البيت ساكن فيه ويستضيف حدا اليوم عن تتوسع التعريف هيدا تيكون إنه نقبة ضيافة ممكن ما يكون ساكن فيه إنما بني يكون عنده شروط معينة تياخد ترخيصه هيدا هو منساعدهم فيهم يعني أخدت مثل بيوت الضيافة المراقبة مهم جدا وهيدا دور الدي ام او اللي عن نحكي فيه في أحد المشاريع في تطوير السياحة الجبلية يعني بقرى جبال العليا نعم إذا قلنا من أرتبة إلى ينوح مرورا بإهمج وعناية وترتج وجيج ومشمش وغيرا عن ناخد المواقع السياحية اللي فيها وأغلبيتها هيدا مواقع سياحية دينية ديار وكنيئس ومزارات تتعاون مع المؤسسات الصغيرة اللي هي فيها نحن دورنا أنه ندرب هالمؤسسات الصغيرة هيدا نقدر نأملها متطلباتها الخفيفة مراقبتها ولما بيخلص تمويل الدولي لهالمشروع هيدا الدي ام او رح تكون هي تتابع المراقبة وتساعد هالمؤسسات الصغيرة على استمراريتها ونشيطين جدا المؤسسات الصغيرة بس بدهم بوش صغير إن كان بتمويل من هون أو كان بتدريب من هون ليقدروا يكفوا شغلهم ويتعاونوا سوا صحيح يعني كتير حلو هيدا الشغل وكتير فعال وبنفس الوقت نحن كتير بحاجة لقلو إن كان بجبيل أو بيقضاء جبيل أو بكل الأقضية لأنه عن جد أوقات يعني منسمع كتير استاذ رفايل إنه بيجوا الناس بفلو زعلانين مش هم بحكي بجبيل أكيد ولكن بكتير من المناطق اللبنانية سنت الماضي نحكي كتير عن غلاء بالأسعار إن كان ببيوت الضيافة أو بالمطاعم وهالشي يعني هرب إذا فينا نقول لكتير من السواح مش هاي كتير مهم إنه نشتغل على هيدا الموضوع لحتى نكون عم نعطي أجمل صورة من لبنان لحتى نقدر نستقطب أكبر عدد من السواح إن كانوا اللبنانيين المغتربين أو حتى أسواح الأجانب شوف إذا أخذنا بيوت الضيافة وهي شغل ترند جديد اليوم في عدة أنواع وعدة فئات وعدة أسعار في بيوت الضيافة اللي هي تضاهي أفخم الفنادق بديكم سعرها معها يعني أو الخدمات اللي بتقدمها وفي بيوت الضيافة التقليدية ترديسيونال اللي بتروحي فيها على ضيعة بتتروئي مع أهلا وبتتنزهي فيها وبتشوفي شي معلم ومزغير في كل نوعيات المهمة تكون في جودة بالخدمة جودة باللي عن تقدمي ويكون في مراقبة أو توجيه لقلهم بالنسبة للأسعار مثل ما قلنا في كل الأسعار وكل واحد حسب طلبه يعني ولازم ينتبه لأنه اليوم كبيرنا نعمل الماركتينج تبعيتهم ويكون في عندهم السايت تبعهم ويكون في عندهم QR كود يقدر يفوت ويعرف كل بيت ضيافة نرجع ناخد هالمثل هيدا شو بيقدم خدمات شو في حوالي إشي ممكن يزورها أو نشاطات ممكن يعملها تاخد وقت شوي بس نحنا بهالمسار هيدا نعم بدأ أرجع أنا وياك هيك قبل ما نختم لنرجع نذكر بي يعني برنامج مهرجانات بيبلوس للعام 2024 بداية مع توني مخول إذا فينا نرجع نشوف الباستر شباب بليز برجي إذا فينا نرجع نشوف الباستر بداية لكان مع توني مخول بـ 18 تموز عم نشوف الباستر من بعد بـ 21 بـ 19 رح نكون مع كيروكي من بعد هيدا كيروكي بـ 19 تموز بـ 21 ميشيل فاضل بـ 21 لكان الفنان الموسيقي المؤلف الموسيقي ميشيل فاضل من بعد بـ 26 الفنانة نانسي عجرام كمان الفنانة المحبوبة جدا نانسي عجرام والنهاية مع عاش وبالختام رح نكون بـ 27 مع الفنان أش يعني المهرجين منوع جدا بدنا ندعي كل الناس اللي عم يسمعونا أو عم بيشوفونا يكونوا عم يتوجهوا على جبال هالمنطقة العريقة هالمنطقة هالمدينة النموذجية إذا فينا نقول ويكونوا عم يستمتعوا بهالحفلات طبعا كل شخص حسب أي نوع موسيقى بيحب بتحب تضيف شيء استذرافها يعني شكر لألك شكر لصوت لبنان وأهلا وسهلا فيكم مهرجيني بيبلوس أكيد وأهلا وسهلا فيك بصوت لبنان شكرا لألك وشكرا لألكم مستنعينا ومشاهدينا خليكن معنا دايما نبر هو صوت لبنان